بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عزرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقدفا قامه قال لو شئت لاتخلت عليك أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبيك بتأوين ما لم تستطيع عليه الصبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءكم ملك يأكذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه سكاة وأقرب رحما فأما الجدار فكان لغلامين يطيمين في المدينة وكان تحته كنس لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنسهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تقويل ما لم تستطيع عليك الصبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا أتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صانحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أدبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتنو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحتنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رضما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نورا قال آتوني أقرع عليه حطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله تكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفق في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيه لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانتنهم جنات الفردوس نزلا قالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو نقاء ربه فنيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولما كن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك ونيا يرثني وينث من آني عكوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك من غلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكونني هلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلوت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سبيا فخرج على قومه من المثراب فأوحى إليهم أن سبحوا مكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصغيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا دي والديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ظلد ويوم يموت ويوم يبعثه حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سضيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليأخب لك غلاما سكيا قالت أنا يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المقاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما تر إن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن سوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فهشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم بلدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم أختلف الحساب من بينهم فعيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن ظالمون اليوم في ظنان مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن رسل أرض ومن عليها وإلينا يفجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صدقا نبيا إذ قال لي به يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يدك فاتبعني يهدك صراطا سبيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا يا أبت إني أخاق أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوه ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلم نعتزنهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق يا عكوب وكلا جعلنا نبيا أوهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان الصدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الدور الأيمن وقربناه نجيا أوهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهنه بالصلاة والسكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا أوهبنا له ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين نعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم من زرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن زرية إبراهيم وإسرائيل ومن ننهدينا واجتبينا إذا تطلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم حلق أضاعوا السلاة واتبعوا الشخوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يؤلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر العبادته أل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوء أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فاربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم دثيا ثم لننسعن من كل شيعة أيهما شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإنكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصانحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأيتين مالا وولدا أطلع الغيبا من تغذين دا الرحمن أحلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونذثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترى النار سل الشاطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا فقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد عصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن أدا فإنما يسرناه من لسانك لتبشر به المتقين وتنظر به قوما لدا وكم هلكنا قبلهم من قر أل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنسلنا عليك القرآن لتشقاه إلا تذكرة لمن يخشاه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في اللغة وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واقفا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال ليهنهم كسوا إني آنست نارا لعني آتيكم منها منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك من وادي المقدس طواء وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأكر الصلاة لذكري إن الساعة تاتيتنك أدخ فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بأمينك يا موسى قال هي عصاني أتوكوا عليك وأخش بها على غلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال قزها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وادم من يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية نقرا لنريك من آياتنا الكبرا اذهب إلى فرعون إنه طاقا قال رب اشرحني صدري ويسرني أمري وحل العقدة من لساني يفقه قوني واجعلني وزيرا من أهلي آلونا خشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك مع يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنع على عيني إذ تمشي يخطك فتقول هل أدلكم على من يكله فرجعناك إلى أمك كي تقرعنها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك خطونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جبت على قدري يا موسى واستنعتك لنفسي إذهبا أن تواقوك بآياتي ولا تنيا في ذكريه إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاط وأن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية للربك والسلام على من اتبعا هدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب ألا من كذب وتولى على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يدن ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا عن عامكم إن في ذلك الآيات لألنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأباه قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس دحا فتولى فرعون فجمع كيله ثم أتاه قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمعهم بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذا لنساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفنح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعسيهم يخيلوا إليك من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفدا موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلو قد تعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جزوع النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنتقاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاطرم لهم طريقا في المحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشاه فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمن ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هداه يا بني إسرائيل قد أنتيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتووا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجنك وما أعجنك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامد فارجع موسى إلى قومه قد بانا سفا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم اللحظ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعديه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حم الله أوسارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني عفاصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما قطبك يا سامري قال بسوت بما لم يبسروهه فقبضت قبضة من أسر الرسول فنبستها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك بوعدا لا تخلفه وانظر إلى إلائك الذي ظلت عليه عاكفا ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة بزرا قال دين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصون ونحشر المجرمين يومئذ سرقا يتخافتون بينكم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسكها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون التاعي لا عوج له وخشعت الأسوات للرحمن فلا تسمع إلا خمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وردي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الفتوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ذلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك أنسلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعلى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عحدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة نسجدون آدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدوك لك ولسوجك فلا يقل جنكما من الجنة فنشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا يبلى بأكلا منها فبتت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغواه ثم اجتباخ ربه فتاب عليه وحدا قال اهبطا منها جميعا معدكم لبعد عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يدل ولا يشقاه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تمسى وكذلك نجسي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب العكرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لساما وأجل مسمى فاصفر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منكم زحرة الحياة الدنيا لنبتنهم فيه ولسق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة أصطبع عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينات ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعضا